يا هلا ومرحبا أعزائي المشاهدين شلون كمش أخباركم معاكم أخوكم هاشم العلوي في حلقة جديدة واليوم راح نشوف شلون نقدر نشيل صوت المكيف من التسجيل طبعا كالعادة إذا هذه أول مرة تزروا لنا فيها القناة ما وصيكم زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل الناس اللي تحبونهم عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من الناس حول العالم إذا حابين تواصلوا معايا أو إذا عندكم الاستفسار قنوات تواصل الاجتماعي موجودة قدامكم تابعوني على الانستجرام وعلى اليوتيوب وعلى تويتر وعلى الفيسبوك أوكي يا جماعة حلقتنا اليوم بتكون حلقة قصيرة ولكن كالعادة مليئة بالمعلومات المفيدة شنون راح نسوي اليوم اليوم راح نشوف شلون نقدر نشيل صوت المكيف من التسجيل طبعا مو كلنا عندنا professional recording studios في البيت أغلب الأحيان إذا احنا بنسجل ممكننا أحد صوبنا يكون مشغل صوت مكيف يكون فيه صوت ثاني قاعد يدخل معنا في التسجيل ويخرب على الصوت اللي احنا قاعدين نسجله وأغلب الأحيان هاي الصوت يكون صوت المكيف صوت الموتور ما المكيف من خارج الغرفة فاليوم راح نشوف شلون نتخلص من هاي الصوت بشكل تام بدون ما نأثر على الجودة التسجيل اللي احنا قاعدين نسجله اوكي يا جماعة أنا اليوم عندي تسجيلين حق التعليق الصوتي تسجيل واحد فيه أنا مشغل المكيف وانا قاعد أسجل في الغرفة فبتلاقون صوت المكيف صاير جدا عالي خاصة في الأماكن اللي المفروض ما يكون فيها صوت بتلاقون صوت المكيف جدا عالي والتسجيل الثاني هو ان المكيف مغلق لكن فيه صوت مكيف من الغرفة المقابلة او صوت محرك المكيف من الغرفة المقابلة فأيضا راح يكون صوت المكيف او محرك المكيف واضح في هاي التسجيل خلونا نسمع مع بعض نشوف شلون صاير الصوت موسيقى ديسلكسيا wasn't deemed a problem in those days or to put it more accurately it was a problem only if you were dyslexic yourself احنا طبعا لاحظتوا ان فيه صوت المكيف صوتها جدا عالي ومخرب علينا التسجيل انا خليت مساحة هني عشان اسمعكم طبعا اذا تبيت تسمع الصوت عدل انا فضل انك انت تحطوا الهيدفونز لان سماعات اللابتوب او السماعات العادية ما راح تبين لك صوت المكيف بشكل واضح فنسمع هني هاي المقطع هاي المقطع طبعا ما قاعد اقول فيه ولا شي بس فيه صوت المكان نفسه خلنا نسمع شو صاير الصوت جدا عالي حق المكيف اوكي التسجيل الثاني هو ايضا للتعليق الصوتي ولكن المكيف فيه مغلق في الغرفة نفسها ولكن فيه محرك للمكيف في الغرفة المجاورة نسمع شلون صاير هاي بسمعكم المكان نفي المكيف لحظونا فيه صوت المكيف هنا نسمع التعليق هنا شون صاير صوتها ريشارد dropped out of school at the age of 15 ريشارد has dyslexia and had trouble reading although an estimated 4 to 8 percent of school children have the condition ريشارد's teachers and peers didn't understand dyslexia at the time he went to school i was in trouble and always in trouble ريشارد recalls by age 8 i still couldn't read اوكي again فيه صوت هنا حق المحرك وهني الصوت ايضا جدا جدا واضح نزال شون نساوي حين اول خطوة نسويها اننا احنا نروح اقل audio suite فوق هنا في المنو audio suite بعد نروح اقل ايزوتوب نختار rx pro connect rx connect شنو راح يسوي لنا راح ياخد الصوت من pro tools هنا ويحاوله الى برنامج rx عشان نقدر نحنا نعدل فيه مثل ما نبي فنختار اي ملف نبي نرسله حق rx نختار اول واحد هاي اللي فيه طبعا صوت المكيف جدا عالي لانه شغال في الغرفة ونقول له نختار لنا repair لان احنا بنسوي عليه تعديلات وبنرجع لنا هنا مرة ثانية ونقول له send تلاحظونا حين شنو صار فتح لنا الملف في rx connect اوكي نسمع حين شوفوا هنا مثلا هالاماكن شلون نعرف انه فيه اماكن صوت عالي حق المكيف لانه اذا ادور هنا هنا طبعا طريقة اللي يعرضها فيها rx حق الـ spectrum الأصوات اللي هي البازي تكون تحت موجودة هنا شوفوا هنا صار عندنا صوت جدا 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 واضح فإحنا بنتخلص من هاي الجزئية ممكن إحنا إذا هذه التول أو هذه الأداء ما عدنا إياها ممكن إحنا ش نسوي ممكن إحنا ننزل نسوي زوم لكل جزئية ونمحيها بروحها بس تخيل إذا عندك مقطع طويل من الصوت أو التسجيل هاي الشغلة جداً بتكون متعبة فإحنا بنسويها بطريقة أذكى شوية نختار المكان إلا في الصوت اللي احنا ما ننبي وأنا دائماً أنصح إذا أنت بتسجل خلي يكون في مسافة فاضية شوية عصص هاي الصوتي هو صوت الغرفة فإحنا إذا ننبي نشيلها نقدر يكون عندنا مساحة كافية عصص إحنا نحدد الصوت ونشيلها من التسجيل كامل أول شي بسوي عقب ما أنا حددت المساحة هذه تأكدنا هي مساحة كافية نسمعها واضح فيها صوت المكيف شنو بنسوي؟ احنا بنقول حق RX شوف يا ولد الحلال احنا بنستخدم شي اسمه Spectral Denoise ال Spectral Denoise شنو فكرة فكرة أنه يشوف التموجات أو الأصوات اللي موجودة اللي أنت بتحددها ويشيلها من التسجيل كامل هل هذا راح يأثر على جوتة الصوت؟ صراحة راح يأثر بشكل جدا بسيط ممكن حتى ما ما تلاحظناه هاي الشي فعلا مأثر على الصوت فاحنا شنو نسوي اخترنا الجزء اللي نبيها اني هني في ال Spectral Denoise ونقول لها Learn هو حين درس هاي المساحة وعرف شنو الترددات اللي موجودة اللي احنا ما نبيها تلاحظون هني ان اكثر الترددات موجودة في هاي المساحة هني ما بين خمسين الى تقريبا تسعين او مئة هرتز هاي المساحة هي اللي مسببها لان هاي الصوت بشكل كبير طبعا التموجات الثانية اللي انت شايفين هيني فانا شنو نسوي اخترتها حين وعطيتها ال Quality قبل ال Quality تكون ال Quality يعني زينة اذا بغيت انه يشتغل بطريقة اسرع ممكن انك تتيب هاي حق الفاست بس اذا بغيت افضل Quality ممكن انك انت تخليه على البست طبعا البست بياخد شوية وقت عساس انه يشتغل على الملف ويسوي المعالجة المطلوبة اخترنا المساحة احنا واخترنا ال Quality اللي نبيها وعلمناه شلون يدرس هذي المساحة ويشيل لنا هاي الصوت من التسجيل كامل اقوم شنو اسوي اقوم واختار الملف كامل وقل له render تلاحبون هني شنو صار عندنا شال هاي المساحة كلها حتى لو تلاحبون تحت هني كان هني عندنا تقريبا خط كامل واضح هني بس اهو شاله نسمع هاي المساحة شنو صارت احين شالها لنا بالكامل نسمع التسجيل معها or to put it more accurately it was a problem only if you were dyslexic yourself since nobody had ever heard of dyslexia being unable to read, write or spell just meant to the rest of the class and the teachers شفتوا شلون شال الصوت بالكامل وما اثر داك الزود على الصوت نفسه هاي اداة جدا ممتازة عساس ان احنا نشيل الاصوات الغير مرغوب فيها في التسجيل اوكي احين بعد ما عدلنا هاي على الملف شنو نسوي لازم لازم نقول لها send back فيقوم هو يرسل لنا نفس الملف ويجيبه لنا اهني حتى شكل ال audio file تغير شوفوا هالمساحات الهني كلها راحت فصار التسجيل جدا نظيف or to put it more accurately it was a problem only if you were dyslexic yourself جدا صارت هذه المنطقة هادئة اوكي انجرب حين النموذج الثاني هاي طبعا المكيف ما كان شغال في الغرفة ولكن كان شغال في غرفة مجاورة هاي المساحة جدا وابحة هني نقدر نسمعها طبعا في صوت نفس هني بس الفكرة نشنه ان صوت المكيف او جهاز المكيف او محرك المكيف جدا واضح هني نفس الشي اسوي اختار الملف اروح حق اوديو سويت ايزوتوب وانزل تحت واختار rx pro connect بيطلع لهذه الشاشة اختار تأكدنا عن مختار الملف نفسه اختار ربير اتأكدناه عن ربير وقل له send بيفتح لنه الملف هنا نلاحظ مرة ثانية نفس الطريقة انه هنا فيه صوت وهني هاي الخط هاي الكبير هذا كله هاي كله هو المؤثر لنه سلبيا على التسجيل ومخلي الصوت للأي سي جدا واضح في نفس الحركة اختار هاي المساحة كلها قاعدة مساحة كافية وقل له spectral denoise وخلي يتعلم هاي المنطقة اختار لنا هاي frequencies الهني اقوم وسوي select حق ال all وقل له render شوفو شارل لنا كل هاي المساحة طبعا يعني اذا انا حاب اني اعدل زيادة على هاي الشي وهي طارع عادة افضل طريق انك انت تسوي repair هي انك تختار instant process وتقول له attenuate attenuate يعني شنو يعني انه انه ينزل من شيء واختار ال brush هاي وسوي قامه بعد يعدل اياها تلاحظون ساعات من عدنا مثلا اشياء يعدل لنا اياها اذا مثلا ممكن بعد ايضا يعدل لنا اياها وهكذا اياها هذه المنطقة ديسلكسيك yourself شفتو صار 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 جدا واضح ما كان في اي نوع من الاسوات في الخلفية اللي تخرب علينا فاحنا صار عدنا صوت واضح صار نضافنا الصوت بالطريقة لنبيها نقول لنا send back بيساوي لنا يا render بعدل لنا الصوت بهالطريقة ريشار dropped out of school at the age of 15 ريشار has dyslexia and had trouble reading although ان استمت شوفوا شلون الصوت حين صار وشلون كان قبل ريشار dropped out of school at the age of 15 فهذه الطريقة اللي احنا نقدر نشيل فيها الاصوات الغير مرغوب فيها من اي تسجيل عدنا حلقتنا اليوم كانت خفيفة على القلب انا استانست جدا معاكم اتمنى انكم استانست معاي اذا عجبكم الفيديو عطونا لايك ولا تنسون الاشتراك في القناة واذا عنكم اي استفسار قنوات التواصل الاجتماعي موجودة هنا على الشاشة قدامكم تواصلوا معاي في اي وقت وان شاء الله اقدر اجاوب على كل استفساراتكم اتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة